دكتور جهاد مقدسي لعله من الشخصيات المثيرة للجدل في المعارضة السورية وهو من أبرز الوجوه التي برزت مدافعة عن النظام في سوريا في بداية الحراك الشعبي كناطق باسم وزارة الخارجية السورية وقدم النظام بصورة مختلفة وعصرية كشاب وسيم وذي تأهيل عال ويتقن لغات أجنبية ويحسن تعامل مع الإعلام الدولي قبل أن ينشق عن الحكومة السورية فجأة ويغادر دمشق اتخذ منحا سياسيا خاصا اتبقي خارج تشكيلات المعارضة التقليدية من دون أن يقطع حبل الودي معها الزميل رامز القادي التقى دكتور جهاد مقدسي في جناف وكان له معه هذا الحوار أنا أعتقد أنهم يرمون الكرة للملعب المعارضة السورية لأنهم ليس يديهم خطة بكل وضوح مع الناس لا يوجد لا أرانية حقيقية فعلا بإنهاء الصراع بل بإدارته نحن نقول أي مغادرة للمنظومة السياسية هي نتيجة الاتفاق وليس شرطا مسبق كما هم يضعونه وهذا ليس لأننا نهوى السلطة الحالية لأننا نقرأ المشهد السوري وأن أي اتفاق سياسي هو انعكاس للحال على الأرض موازين القوى فبالتالي أي مغادرة والانتقال السياسي يجب أن يتم بطريقة تطور المنظومة للوصول لسوريا الجديدة وليس أن تقول له أن تقتلوا بموفد السلطة سلمني مفتيح السلطة لماذا؟ هل انتصرتهم عسكريا؟ أنا أرى أن الخيار العسكري لم يؤدي للأسف وأنا لا ألوم المعارضة يعني ألوم المجتمع الدولي وغموض وغير البناء أدى لتدمير سوريا لا يمكن الفوز للأسف على هذه المنظومة وبحلفاءها القوية إلا بالنقاط وليس درب القاضية كلما جعلنا المعركة شخصية مع المنظومة سيتم تأجيل استحقاق الانتقال السياسي هذا ما نقوله متفقون بالأهداف نختلف على الطريقة لوصول لهذا الهدف نحن ننسق مع الجميع نحن بكل صراحة موقعنا وسطي وسطي أننا نود التغيير غير التجميلي وواضحون لكننا براجماتيون أكثر هذا هو الفرق الوحيد ونؤمن أن الدور الروسي هو أكثر دور مهم اليوم في سوريا يعني أنا لدي خوف حقيقي من أستنيت جينيف أستنيت جينيفي معنى أن يصل المجتمع الدولي إلى مقولة أنه لا هناك أمل بالمعارضات السورية وبالتالي نعتمد على احتواء الصراع وتنظيمه عسكريا ترجمة نانسي قنقر